مرحبا يا أصدقائي كيف تكون ؟ إن شاء الله يكونوا بقال في خير كان بدي أشكي لكم إنه معنا شمس وكتير برد فجأة طلعت الشمس فا.. اوكي أنا رايحة هلا أشتري غراض بدي أعمل تكسترد أرت اليوم حسيت إنه نفسيتي تعباني وبدي أعمل شي لحتى أرفع نفسيتي ما في شي بيرفع نفسي أدل تكسترد أرت لأنه هيك بحسه ثيرابيوتك نفس الوقت حلو فرح أخدكم معي نشتري المواد سوا هاي وصلنا على المحل اللي حكيت لكم عليه أهم الشي ضل أذكر حالي أنا ليس جاي لهم أنا جاي أشتري ألوان يعني أي شي مغريات تانية مفروض إنه أهرب من لون رح أختار هاد اللون برند أمبر بدي لون أبيض بدي شوي من هاد اللون مشان أخلطه مع الأبيض ومع هان مشان أعمل لون أوف ويت عندي أوريدي بالبيت لون أبيض فيه موجود رح أحتاج هاد أستخدمه لحاله يعني وبس بدي لون لحتى أخلطه لحتى أعمل شوي تدرجات ألوان خلاص أنا عم بهروب من المغريات شوفوا ما شاء الله في كل شي كل اللي بتكون يا موجود بهذا المحل حرفيا كل شي بتكون صابون بتكون كريمات موجود بتكون شموع موجود بتكون ألعاب للولاد موجود كتشي هلا نبقني هاي الفقه يبدل فيقتي بنتا نبقني 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 لهاي اللوحة رح نحتاج جويند كومباوند وأدوات لحتى نقدر نعمل فيهم أشكال بروشز وألوان أكريليك أنا رح أستخدم هاد النوع من الجويند كومباوند أنتو فيكن تستخدموا أي نوع تاني كمان رح يلزمنا لوحة كانبس فيكن تستخدموا أكيد تشتروا واحدة جديدة أنا رح أستخدم اللي عندي من زمان راسمتها ومو عجبني شكلها فبدي يغطيها بالجويند كومباوند عادة أنه جودة المعجون هادا كتير حلوة العلبة الكبيرة اللي انتو شفتوها بيطلع سعرها قد علبة صغيرة اللي بتشتروها من محل الألوان أو المكاتب فيفضل أنكن توصوا على هاي المادة من أمازون متوفرة وموجودة بكتير برندات فيكن تستخدموا أي واحدة المهمة تكون رح أطلكن كل روابط المواد اللي استخدمتهم بصندوق الوصف لحتى تقدروا توصوا عليهم بكل سهولة اللوحات هادول كانت الرفرنس طبعي كان بدي أستخدم هادول الألوان بما أنه بيت رفيقتي فيه لون رمادي وفيه الأرضية فيه لون بني فما كان بدي كتير عجب اللوحة يعني كان بدي أترك فيها ألوان كاشفة ومعهم القسم واحد بس غامل البروصس طبع هاي اللوحة كتير حلو فيكن تعدلوا أي شي ما بيعجبكن يعني أنا عدلت كذا مرة و الوقت طبع التنشيف اللوحة بيعتمد على المعجون طبعا بس يعني بياخد يوم كامل أنا بالنسبة اللي حسيت و أنا عم ساوي اللوحة كأنه عم ساوي مديتايتنج يعني عملت شي ساعتين مديتايتنج و كتير كتير حسيت يعني البروصس حلو وتعدل مزاجي فكتير بنصحكم حتى إذا ما بتكن تعملوا لوحة لحتى تحطوها بالبيت تجربوا تعملوا مثلي تاخدوا لوحة قريدي موجودة عندكم بالبيت و مثلا ما بتعجبكن أو لوحة خشب مثلا و تجيبوا أي نوع معجون يعني مو شرط يكون هاد أي نوع معجون و عدوا عملوا هدول الأشكال فيهم عنجات بتحسوا هيك كأنه راحة نفسية ترجمة نانسي قنقر 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 هاي لوحتنا حطيتها على البلكون وبكرة الصباح بتيكمل تلوينه ما بعرف ليش بحب دائما عمل اللوحات على الأرض بحس كأنه أريحلي بطير ناس بيعملوان على الطاولات بيعملوان على الإيزل أنا دائما عالأرض بحس إنه فيني يعني أخذ راحتي أكتر وأنا عم بلون أو بتحرك حوالين اللوحة وبنفس الوقت بحس إنه أأمن وبعرف ليش بحس كأنه إذا بحطها على الشي تاني رح هاتوسخ هلا عطيت الشرب قهوة على أساس ثلاث خلي هلا جابتلي قهوة قالتلي ما تحط الرشي بالكاسة هذا مين؟ أرغبني بعد ما أكلت البهند اللي من البوبو بدي كامل اللوحة مثل ما عم تشوفوا عم حاول تضبط الألوان لحتى تكون ضابطة على لون الأرض وعلى لون الحيط الحيط عندها لون رمادي ما فيه أي لون تاني فمحاول إن يكون الألوان كلها متناسقة وبعد ما أخلص اللوحة بدي أعمله فريم الفريم رح اعمله مو هذا الفيديو ان شاء الله رح اعمل فيديو تاني وجرب اعمل الفلوتينج فريم لحالي لانه من زمان كتير كان بدي اعمله وبحس كأنه الفلوتينج فريم دائما بيضبطوا اللوحة يعني مثل they bring the piece together فخليونا نشوف كيف حتطلع اللوحة هاي وبعدين فيديو الجاي رح اعمل الفلوتينج فريم حاولت انه درجة اللون طبع لوحة تكون درجات اللون تكون كلها cool يعني باردة ما يكون فيها كتير الوان دافية لانه مثل ما بتشوفوا الحيط والارضية فيهم cool undertones كتير فيديو الجاي رح نساوي مع بعض الاطار اللي حكيت الكون عنو عطوني رأيكم باللوحة شو حباتوا شو ما حباتوا وبشوفكم فيديو الجاي guys stay safe stay creative و bye bye اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة